يوم الجمعة الماضي اغتسلت ولبست ثوبا حسنا ورافقت صديقك لأداء صلاة الجمعة بالمسجد أثناء الخطبة تحدث الإمام عن الأخلاق المذمومة وذكر على الخصوص الغش والتطفيف في الميزان وأثناء الصلاة قرأ الإمام في الركعة الأولى من سورة المطففين من قوله تعالى ويل للمطففين إلى قوله تعالى قال أساطير الأولين وقرأ في الركعة الثانية من سورة النازعات من قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وبعد انقضاء الصلاة عدتما فرحيني مسروريني إلى منزليكما سؤال أول أكتب ما قرأه الإمام في كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين إلى قال أساطير الأولين ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها حدد القاعدة التجويدية التي يجب على الإمام مراعاتها في الكلمات التي تحتها سطر في هذه الآيات وما أدراك ما سجين فإذا جاءت الطامة الكبرى من بين القيم التالية ضع علامة أمام القيم التي هدان الله تعالى إليها في بداية سورة المطففين الإحسان في الكيل والميزان احترام الوالدين ومساعدة المحتاجين الإيمان بالبعث والتصديق بيوم القيامة من أركان الإيمان الإيمان بملائكة الله الذين خلقهم الله تعالى لوظائف مختلفة أذكر أسماء الملائكة المكلفين بالوظائف التالية الوحي النفخ في الصور الأمطار قبض الروح من آداب من آداب يوم الجمعة لاغتسال قبل الذهاب إلى المسجد رتب أفعال الغسل كما كان يغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم لدينا إفاضة الماء على سائر الجسد غسل اليدين تخليل الشعر وضوء الصلاة نرتب هذه الأفعال كما كان يغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الأرقام تحت كل فعل حسب ترتيبه أثناء الخطبة حث الإمام على اجتناب الغش في جميع المعاملات عبر عن رأيك في من يغش واذكر الوعيد الذي توعده الله تعالى الذين يغشون إذا نستعمل الآيات التي درسناها في موضوع الغش ونعبر عن رأينا في من يغش المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأفضل ما أوتي المسلم الخلق الحسن أكمل الحديثين النبويين لذين يوصينا فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتصاف بالأخلاق الحسنة الحديث الأول الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نتذكر الحديث ونكمل بكتابته كتابة صحيحة الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي نتذكر الحديث ثم نكمل بكتابته كتابة صحيحة شكرا شكرا